تعالوا مباشرة نروح لأخبارنا النهاردة وأول أخبارنا النهاردة هو من زعيم الصغر نادي الاتحاد السكندري أعلن منذ لحظات تعيين الكابتن الكبير كابتن محمد عمر مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم وهيكون معاه أو يعني خلفا لي المدرب كابتن عماد النحاس اتحاد أصدر بيان بهذا الأمر وأنا في رأيي كان اختيار جيد وزاكي جدا الكابتن محمد عمر عاشق 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 الاتحاد السكندري والاتحاد دلوقتي محتاج المدرب اللي يعدي بيه لبر الأمان والكابتن محمد عمر يقدر يعدي بالاتحاد إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو أزمات حسن معرفت أنه عرد من الأستاذ محمد مسلح الرئيس الاتحاد على الكابتن محمد عمر أنه يعد ما تبقى من الموسم ده والموسم القادم والكابتن محمد عمر هو اللي قال نخلص الموسم ده الأول أنا هشتغل لحد نهاية الموسم هتعامل مع الاتحاد في الظروفه دي وأقدر أعدي المرحلة الصعبة دي وبعد كده نشوف إيه اللي ممكن يحصل في المواسم القادمة ودي شخصية الكابتن محمد عمر وده شيء محترم جدا تعال نشوف تشكيل الجهاز الفني الكابتن محمد عمر مدير فني الكابتن محمد نور مدرب عام والكابتن أسام ربيع مدرب مساعد والكابتن يوسف حمدي مدرب مساعد والكابتن مجدي بهلول مدرب لحراس المرمضة تشكيل الكابتن محمد عمر خلفا للكابتن أماد النحس